اشتركوا في القناة الشكل المباشر ان الشخص ده يعلن عن مشاعره لكن اللي انا هتكلم عنه انه هو لو ما اعلنش عن مشاعره لو الامر ما كانش واضح هل في عوامل تعرفني؟ اه بالفعل في حاجة اسمها الحبل الاسيري ده لو انا هكلمك بصغة مصطلحات وامور الخاصة بالطاقة لان انا مش عايزة اتكلم بي عوامل علمية لان انا عايزة الكل يكون فاهم معنى الكلام اللي انا بقوله لكن في حاجة اسمها الحبل الاسيري ههديك بس معلومة كده فيما معناها ان احنا كلنا كشخصيات مرتبطين ببعض كأننا كده زي الاشهارات يعني بنرسل لبعض اشهارات بتترسل او بتترسل ده نتيجة كمان او ده يأكد نقطة معينة اللي احنا كنا اتكلمنا قبل كده عليها في فيديوهات قبل كده اللي ليها علاقة بالتخاطر واتكلمنا زي التخاطر والتخاطر مدى فعاليته وانه هو ممكن يوصل رسالة مهمة جدا انت عايز توصلها لحد لكن دلوقتي ايه الهدف الموضوع عشان نتكلم بقى بالصيغة البسيطة جدا عشان الكل يكون فاهم مبدأ ايا احنا هنستخدم اول حاجة اللي هي الاحساس اللي فيما يعني يعتبرها البعض بيتقال عليها احساسي هي بيبقى لها نطقات على فكرة ومصطلحات علمية تخص العلم النفس والانثيربلوجيا النفسية المهمة مبدأ ايا انت احساسك تجاه الشخص ده يعني الشخص ده انت بتحسه دايما بمعنى معناها اولا انت لازم تكون الشخص ده بعيد عن مخيلتك يعني وبعيد عن تفكيرك لان لو هو موجود جواك فيفضل في احساسك بالتالي فده مش هيبقى ليه علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله لكن لو انت عايز تعرف بجد هو بيفكر فيك ولا لا ومشتقلك ولا لا انت ابعد عن التفكير فيه فترة كبيرة جدا ولهي نفسك كتير قوي قوي عنه لحد ما بالفعل يبقى انت مش في بالك تاني نقطة هتلاقيها بقى لما انت خلاص انت لاهيت نفسك عن الشخص ده هتلاقي نفسك وانت بتعمل حاجات مهمة وانت وسط اصحابك وسط ناس وسط شغل وسط 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 تلاقي الشخص ده دخل احساسك حسيته مرة واحدة عارف فكرة لما تحس ان في حد موجود جنبك بس انت مش شايفه عارف الاحساس ده بيحصل كتير فيه ناس بتحسه فانت عندك كده انك تحس ان الشخص ده موجود فتبدأ تبص حوالين نفسك حاسس انه هنا دي اول نقطة معناها ان الشخص ده هو كمان حسك هو كمان افتكر لقاء ما بينكم هو كمان فيه مشاعر درابتك من ناحية الاشارات يعني هو افتكر حاجة ليه علاقة بمشاعره معك فدي اول حاجة النقطة التانية انك تسمع اسمه بيتقال او تسمع صوته موجود يعني فلان مثلا حد نده على حد او حد بيتكلم تبدأ تلتفت بسرعة بيحصل كتير عندكم وانتو مش مش فاهمين ان دي قصص علمية او ليه علاقة بمصطلحات معينة ليه علاقة بعلم النفس في كتير مش فاهم ان دي حاجة علمية اصلا وبتدرس طيب المهمة فانت بتبدأ تسمع صوته فتبدأ تبص هتحسه هو تحسه هو اللي موجود فتبدأ تبص قوي للشخص اللي هو مش معقول صوتك زيه بالظبط هو لا صوته زيه ولا اي حاجة بس الفكرة كلها ان احساسك هو اللي هيالك ان الصوت ده صوته ان الصوت ده صوته زي ما الاسم هزك زي ما احساس انه هو موجود ومش موجود ده ممكن يكون اصلا خارج البلد اللي انت فيها اساسا فتحس انه هو موجود تسمع اسمه تبقى صوته يعني تسمع صوته بيتقال او ممكن ان انت تشم ريحة العطر الخاص فيه يعني انت ممكن يكون العطر المميز بتشمه موجود وممكن يكون حاجة اصلا يعني ده مميز بيها فتبدأ تحس ان الشخص ده حواليك قوي تبدأ تقول هو ازاي كده بيحصل بيحصل فاذا دي من النقاط المهمة جدا جدا كمان بالنسبة لي حاجة تانية يعني اذا ده الاحساس العامل اللي بتحس بيها بشكل مفاجئ الاحساس المفاجئ انك تسمع صوته بشكل مفاجئ انك تشم العطر بتاعه حد ما عدي او ان اسمه يتقال وتلاقي ان الاسم رشق فيك رشق فيك مش اللي هو سمعت الاسم وخلاص مهو فيه مليون حد اسمه احمد ومليون حد اسمه مش عارف ايه ومليون حد اسمها مية فانت عندك لا مش النقطة دي ان الاسم يرشق فيك النقطة اللي بعد كده هي الحلمة اللي لها علاقة برضو بامور الخاصة بيه الاشارات الاحلام لها علاقة باشارات توجيه رسائل طيب الحلم ان انت تحلم بالشخص ده وانت اصلا مش بتفكر فيه او انت مش احيانا بتيجي تحلم احلام ملاش علاقة اصلا انت ممكن تكون بتحلم بشخص انت ما تعرفوش او شخص تعملت معاه الاول مرة يعني فيه ناس بتحلم مثلا بالامتحانات تبقى بتفكر كتير في الامتحان تفكر كتير في الامتحان يا ترى يا ترى يا ترى ويحلموا ان هم لقوا الامتحان قدامهم والاسئلة وكل الحاجات دي موجودة قدامهم في ناس كده جدا أنا كنت منهم على فكرة شوفوا سر بعلنه كان عندي فترة لها علاقة بالأمر كنت باستخدم قوي مواضيع للأمور الخاصة من اللي مش حنيت بصراحة المهم قا لا ان فعلا انت تقدر تستخدم التخاطر لمصالحك الشخصية المهم انه بقى نتكلم عن نقطة طيبة بعد كده لان ده سر عظيم جدا الشاطر بس هو اللي يقدر يستخدمه صح ويتمكن منه طيب وانا هخليكم تتمكنوا منه في الايام اللي جاية طيب عمتا خلينا نتكمل النقطة الاحلامة يعني انك بتحلم بالشخص ده وانت اصلا ما قدتش بتفكر فيه فتبدأ الحلم الخاص فيك معنى رسالة الاحلام عمتا بتحلمها بتقوم بيبقى لها معنى رسالة معنى ان فلندا هيكلمك فلندا كذا فلندا كذا فهنا انك انت تحلم بالشخص ده معناها توجيه رسالة انك تستنى او ان انت اصبر عليه او ان هو هيلطقي بيك او ان هو بيفكر فيك او ان الشخص ده اصلا هو عايزك معاه بس يمكن تكون ظروف بعداه فهتبدأ ان انت تحلم يا بالظروف دي يا اما هتحلم بيه ان فيه سبب معاقق او ان الشخص ده بيفكر فيك او فيه اسباب ايه فهتبدأ تفهم الرسالة من الحلمة فاذا ده معناها ان الشخص وصل لك رسالة اللي هو احساسه انتجاهك جدا والامر اللي ممكن يكون مع الجزء انه يقرب منك فاذا الاحلام بيكون لها علاقة بدلالة مش انا دايما اقولكم ان الاحلام بيبقى لها علاقة بدلالة واشارات والاحساس ليه علاقة بدلالة واشارات هو دي او هي دي الدلالة وهي دي الاشارات اللي بترسله ما بينك وما بين الاخر طيب فيه حاجة تانية زي ما احنا دايما بنيجي نقول مثلا ايه لما بتيجي تتكلم انت وصحبك او انت وحد على فلان وفلان ده شخص مش لذيذ بالمرة فتيجي تقول ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه مش انت بتقول مش احنا بنقول الكلمة دي عشان احنا بنبقى عارفين ان احنا اللي بيخاف من العفريتس يطلع له اللي هو فكرة ان انت اتكلمت عليه فهتقابله قتلاقيه بيتصل فهو بتلاقيه بيتصل او قابلته فتبدأ تضحك انت والشخص اللي انت بتتكلم معاه ليه لان انتوا كنتوا بتقولوا ربنا يجعل كلام ده خفيف عشان ما يجيش انت ارسلت له طاقة خليته ان هو يجي او يتصل بيك بالزبط فده معناها ان الرسالة او سرعة او احساس اللي وصل لك ده يعني انا مثلا الدقيقة دي حسيت فلان قوي قوي الدقيقة دي دخلت جوايا مشاعر تجاه الشخص ده الدقيقة دي كذا كذا اعرف ان هو كمان في نفس التوقيت فكر فيك في نفس التوقيت اتكلم عليك في نفس التوقيت بيرقبك على سوشال ميديا بتاعتك فانت عن النقطة دي مهمة جدا يعني فكرة الاحساس نفسها في نفس الوقت هو كمان في نفس الوقت فدي كلها بتكون عوامل احساس موجودة بالنسبة لنا لاننا كلنا عبارة عن طاقة عبارة عن طاقة فده موضوع النهاردة انك ازاي تعرف ان الشخص ده بيفكر فيك او مشتقلك من خلال احساسك احلامك الاسم اللي انت ممكن تسمعه من صوته بتحس انه موجود بتحس ان طاقته موجودة في المكان طاقته يعني معناها ان هو ممكن احساس اللي هو الاحساس اللي بيجيلك الاشعارات اللي بتجيلك منه انه موجود بس هو مش موجود انا حاسس بيه حاسس انه حواليه حاسس نفسه مش بيحصل كتير النقاط اللي زي كده معكم وبتفكروا انها حاجة عادية جدا دي كلها بيبقى ليها قصص مهمة جدا وليها معاني كبيرة قوي مين منكم حصلوا مواقف زي كده قولولي في التعليقات وحب جدا جدا ان انا اقرأ يعني اللي انتو بتمروا بيه من النقاط اللي زي كده لاني بصراحة بستمتع جدا جدا من دراسة الامر ده بشكركم كتير واتمنى اني اكون في التقون ما تنسوش اللعيك وشيروا اشراك في قناة تفعيل الجرس والسلام